الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد مستمعي الكرام نعيش مع مادة علمية تدرس في جامعة الملك خالد بعنوان البحث والمصادر ورمزها 291 عقد هذه المادة ضرورة ومهمة يلجأ إليها الباحث على حد سواء هو والطالب إذ إن البحث العلمي لابد أن يقوم على هذه المادة وقوام هذه المادة دروس عديدة منها الدرس الأول يدور حول البحث العلمي تعريفه خصائصه مجالاته سنتعرف من خلال هذا الدرس على بعض المبادئ والقوانين والقواعد والضوابط التي لابد منها للباحث في بحثه العلمي كما سنبدأ بتوضيح موجز لمفاهيم ومصطلحات ترد دوما في هذا المقرر حتى يكون القارئ واقفا على مفاهيم هذا البحث هذا البحث في واقع أمره أو هذه المادة تتحدث عن البحث العلمي نستطيع أن نقول إن الوسيلة التي يحتاج إليها الباحث للوصول إلى حل لمشكلة ما أو اكتشاف حقائق جديدة عن طريق المعلومات الدقيقة هذا المعنى هو ما نسميه بالبحث العلمي إذن البحث العلمي هو مشكلة تحتاج إلى حل وسنتعرف في هذا الدرس على بعض العناصر منها تعريف البحث العلمي لغة وصلاحا وكذلك الوقوف على أهمية هذا البحث وأهمية دراسته كذلك نستطيع أن نقف على أصول البحث العلمي العنصر الرابع خصائص البحث العلمي والخامس مجالات حدود هذا الأداء الأداء الموضوعات التي يحتاج إليها هذا العلم أول هذه العناصر التعريف ما المقصود بالبحث العلمي لغة؟ المصطلح بحث علمي أو منهج البحث العلمي منهج البحث العلمي يتكون من ثلاث كلمات لكل واحدة منها معنى وهذه الثلاثة جميعها تشكل معنى منهج البحث العلمي المعنى اللغوي لكلمة منهج هذه الكلمة مأخوذة من الفعل نهجا يقال نهج الطريق أي سلكه ووضحه وبينه ورسم حدوده ووضح معالمه ومنه قوله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فالشرعة والمنهاج أي الطريق الواضح والمنهج المستقيم أما عن المنهج كذلك ففيه تعريف آخر لغة وهو خطة مرسومة واضحة توصل إلى الهدف الذي يسعى إليه الباحث ويأتي المنهج بمعنى آخر يدور حول الانقطاع والبلاء والتعب الشديد أما عن كلمة معنى البحث من حيث الاصطلاح فإن معنى كلمة بحث ترد في لغتنا العربية بمعاني كثيرة منها التتبع والتفتيش والتنقيب والطلب والتحري والتقصي إلى غير ذلك وكلها أمور تدور حول شيء واحد هو البحث ونستطيع أن نضع تعريفا لغويا للبحث بأنه تتبع الشيء وجمع المعلومات عنه في مضان وجوده أما عن كلمة العلم فإنها تأتي بمعنى الشعور بالشيء وتمييزه عما سواه بعلامة ما ويكثر استعمال الكلمة بمعنى التحصيل أي كلمة العلم يقصد بها التحصيل والدراية واليقين ويراد بالعلم مطلقا لاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع إذ إن العلم لا يعتليه شك فهو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ونستطيع أن نقول إنه ملكة يقتدر بها على إدراك الجزئيات إذ إن البحث كله يبحث عن جزئيات تكون معنى كليا أما عن التعريف الإصطلاحي لكلمة العلم فإننا نستطيع القول هو حصول نوع من المعارف أيا كان طريق الوصول إليها تجربة أو مشاهدة أو ملاحظة عقلا كانت أو وحيا أو إلهاما فإننا نستطيع القول